مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى درسنا الجديد وهو بعنوان كتابة تقرير إداري أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف خطوات كتابة التقرير الإداري قبل وبعد وأثناء الكتابة يتعرف السمات البنائية والاسلوبية للتقرير يتعرف معنى التقرير يتعرف هيكل التقرير الإداري وأخيرا يكتب تقريرا إداريا بشكل صحيح اطلع مع معلمك على نموذج تقرير مكتمل للعناصر لتتعرف من خلاله أهم خصائص التقرير الإداري وارصدها ثانيا شاركت مدرستك في معرض الأبحاث العلمية وكنت مسؤولا عن جناح المدرسة في هذا المعرض قدم تقريرا إداريا لمدرستك في نهاية هذا المعرض بحيث يشتمل على جميع المعلومات والتفاصيل عن فترة المشاركة مراعيا عناصر كتابة التقرير خطوات الكتابة أولا قبل الكتابة اجمع المعلومات والبيانات الكافية حول موضوع التقرير ويفضل أن تتعدد مصابر المعلومات ليكون التقرير شاملا ثانيا ضع هيكلا بنائيا للتقرير مقدمة عرض خاتمة وقم بتوزيع الأفكار والمعلومات عليه ثلاثة راجع ما كتبت واستشر في ذلك أهل الخبرة والاختصاص تابع عزيزي الطالب الخطوات أثناء الكتابة كما هي مدونة أمامك أحسنت وبارك الله فيك إضاءة الأدوات التي تربط السبب بالنتيجة مثل لأنه لذلك لأسباب عديدة إلى آخر ذلك أدوات التفسير أي أعني الأدوات التي تؤدي إلى الترتيب المنطقي والتتابع أولا ثانيا بداية أخيرا الأدوات التي تفيد التفصيل في تقديم الفكر والمعلومات مثل أما أو أم لكن إلى آخر أما الخطوات بعد الكتابة اقرأ التقرير لمراجعته وتنقيحه وتهذيبه اعرض ما كتبته على معلمك وزملائك دون ملاحظات معلمك وزملائك للاستفادة منها في تطوير التقرير لاحقا فعل صحيفة تقويم الكتابة الآتية من أجل التقويم الذاتي لما كتبت التقرير هو كتابة وظيفية تؤدي غرضا محددا بناء على طلب أو بمبادرة ذاتية وللتقرير هيكل يتضمن ما يأتي العنوان الموجه إليه التقرير العرض ويتم فيه تقديم المعلومات والأفكار التي تمثل محور التقرير أو موضوعه أما الخاتمة وتضم النتيجة أو مقترحا بالنتيجة وأخيرا التوقيع والتاريخ الهدف من التقرير الإداري واحد مساعدة المسؤولين على النجاح في إدارة المنشأة إلى المعلومات استنادا إلى المعلومات التي تضمنها التقرير تابع عزيزي الطالب هذه الأهداف حتى النهاية بارك الله فيك أحسنت أحسنت ومن السمات البنائية والاسلوبية للتقرير السلاسة والوضوح الترابط والتسلسل المنطقي للأفكار البعد عن التهويل والمبالغات غير المقبولة السلام اللغوية ما المقصود بالتقرير الإداري هو نموذج للكتابة الوظيفية وهو يكتب لغرض محدد بناء على طلب أو مبادرة ذاتية أكمل عزيزي الطالب قراءة هذه الصفحة حتى نهايتها حتى تستفيد مما هو مدون أمامك أحسنت وبارك الله فيه والآن عزيزي الطالب إلى نموذج لتقرير إداري لاحظ معي العنوان التقرير النهائي بخصوص المشاركة في فعالية معرض البحث العلمي أما الموجه إليه التقرير السيد الفاضل تكتب اسم الشخص الموجه إليه هذا التقرير ثم بعد ذلك التحية وتأتي بمقدمة يسعدني ويطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بملخص عما دار خلال مشاركة مدرستنا في فعالية معرض البحث العلمي ملخص المشاركة العرض ويتم فيه تقديم المعلومات والأفكار التي تمثل محور التقرير أو موضوعه تابع عزيز الطالب قراءة هذا التقرير حتى تستفيد منه كنموذج لكتابة أي تقرير إداري تقوم به في المستقبل أما الخاتمة تضم النتيجة أو مقترحا بالنتيجة ثم التوقيع والتاريخ تدريب شارك قسم اللغة العربية بمدرستك في مسابقة الإبداع الأدبي وكنت مسؤولا عن الطلاب المشاركين في هذه المسابقة قدم تقريرا إداريا لمدرستك في نهاية المسابقة بحيث يشتمل على جميع المعلومات والتفاصيل عن فترة المشاركة مراعيا عناصر كتابة التقرير وملتزما توظيف علامات الترقيم وأدوات الربط وإلى لقاء آخر أستودعكم الله دمتكم في حبه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة